في سؤال بس مهم دلوقتي في العيش والسلعة انا عارف ان في ناس بتاخد الحاجة بسعر مدعم خلاص في المحروقات احنا كلنا بنشتري المحروقات بنفس السعر هل الدعم ده هتعرف تعوضه يعني هتعمل ايه خلاص فهمنا النقدي ده وفهمنا العيني وفهمنا ان دي سلعة وده عيش وعليه كذا انما الدكتور كان بيتكلم على موضوع المحروقات المحروقات احنا كلنا بروح محطة البنزين بنشتريها بنفس السعر مفيش حد فينا واخد دعم هتعملوا فيها ايه هو الحل في هزي الحلة لابد ان يكون الدعم بسعر البنزين يعكس تكلفته الحقيقية يعني ما فيهوش دعم بالبرلو اذا النهاردة في الموازنة الحالية اللي معايا دلوقتي مية اربعة وخمسين ونص مليار للمواد البترولية اهم حاجة فيهم سيباك من البنزين يا فندم 95 طبعا ده ما خلص ماشي خلاص 90 فيه 92 وفيه 80 الصلار يا فندم تعالف الصلار ده دعمه كام من المية اربعة وخمسين ونص مليار لا بس الصلار ده تضخم غير مباشر على طول ماشي يا فندم اه يعني ده اول ما تقرب له بياخد معه حاجة كتيرة ايوه ايوه دعم لا خليني برضو اسأل اولاني ده فهمناه حسديني فلوس تعوضني عن اللي انا كنت بدفعه الدعم بتاع المحروقات ده انت هتامي فيه مش احنا جربنا مرة كان عمله كارت للبنزين لو فكرين يعني وفشلت وما عملوش حاجة فيه انا عندي كارت في العربة لغاية دلوقتي طيب انت هتغرب بحيث اني لوك عندك كارت بحيث انه الدعم في موازنات جاية بقى وهيبدأ الدعم زي ما كان من خمس سنين كان نزل من مئة وخمسين مليار في سنين فاتت في سنة في واحد وعشرين واحد وعشرين الدعم وصل لكام من مئة وخمسين نزل حد تمنتاشر ثم بدأ يتزايد لحد النهار تاني وهنا بنقول احنا عاوزين نعود مرة تانية انه المواطن يبسل لو في الحوار الواطن هيتكلمه في موضوع دعم المحروقات ده هو هنا بقى انا قلت في البداية ايه بقى يا فاندون انا قلت لك ايه في البداية الدعم عبارة عن ثلاث مكونات دعم سلعي اللي هو عبارة عن الخبز والسلع التامونية مئة وثلاثين مليار ودعم المواد البترولية مئة وخمسين مليار الدهم هم دول اللي قلنا عليهم كان تلتمية تقريب مئتين ودسعين مليار هو ده ده بس نبدأ نبدأ بمين اه في الموازنة المحروقات دي اشتغلها في البداية لو انا مواطن بتكلم نبدأ بالايه بالريف اللي عيش من سلعة التامونية ماشي انما المحروقات دي ما هتبدأ في تقل زي ما كانت زمان قالت وصل لتسعتاشر مليار انا عاوز اووصلها برضو يبقى فيه سعر يعكس تكلفة الايه السلار يعكس تكلفة السلار ايه بم هو انا اديله بقى بالكارت اللي ما اديله الدعم اللي هو يضع الشيكة مصري اما الاجنابي هتشتري بالسعر الايه السوق احنا شفنا فيه دولي بتاعت تعمل الكلام ايه يا فرم الاجانب يدفعوا انا معاي الكارت هو الاجنابي ما مواش الكارت بتاعه طيب ايه التحديات تحديد كنت بتكلمني في فاصل انه فيه تحديات ان احنا نعمل الامر ده الامر مش يكون في يكون مش هنقوم الصبح يا جماعة هو عيني هنعمله نقدي وكل سنة طيبين طيب طيب خلينا الاول التعليقين كده بشكل سريع عشان ما ندخلش الامور في بعضها المصار بتاع المحروقات وتخفيف الدعم على المحروقات ده هيستمر يعني ده ماشي لوحده لا علاقة له بالتحويل من عيني الى نقدي ماشي تمام دي اول حاجة الحاجة التانية هفكر تاني سريعا جدا في ثلاث جمل ازاي في اعتقادي التحويل من العيني الى نقدي يبقى سليم واحد انت هتدي دعم النقدي بتاعك على كارت الالكتروني الانفاق يبقى الالكتروني فقط النقطة رقم اثنين هيبقى في مرونة في انفاق المبلغ الدعم النقدي ده ما بين مجموعة من السلعة والخدمات كل السلعة الجزائية الأساسية بما فيها الخبز وفاتورة الكهرباء فاتورة البحروقات وتزاكر القطارات وتزاكر المترو تلاتة النقطة رقم تلاتة ان الكارت ده بينزل عليه زيادة سنوية زيها زي زيادة المرتبات والمعاشات عشان تعوض عن التضخم ولا هو السيستم حيبقى كده لسه أنا حزودها كل سنة ده في الحوار الوطن ده اعتقاد لانه هو تخوف الناس كلها حتى لشنها في التقرير قالك طيب انت دلوقتي هتعمل كده طب ولو السلعة زادت هتعمل لي التضخم طب انا هعمله ازاي لازم تربط ما بين التضخم ومبنغ الدعم النقدي يعني التضخم زاد 10% زودك 10% نقدي تمام يبقى فيه زيادة الناتجة او يعني مترتبة عن نسبة التضخم مش لازم يكون نفس النسبة لكن يبقى فيه زيادة سنوية لهذا المبلغ الدعم النقدي اوكي طيب هنفترض ان الكلام ده يعني فيه توافق عليه وهنبدأ ننفزه لازم نبقى هنمودركين بقى كلنا كده كمجتمع مصري ان فيه عوائق امام التنفيذ ده او فيه تحديات اولها المقاومة الداخلية المنظومة المنظومة القائمة الحالية بطرقتها البيروقراطية بلوجستيتها او لا فيه مصالح بتوعي التموين فيه مليون حاج سواء كانت مصالح مشروعة او غير مشروعة هو في الحالتين هيبقى رافض التحول احطتلك العودة في المنشارة من اول تاجر التموين او من اول صاحب بقالة التموين لو فيه حد بيتلعب في الاوزان مثلا بتاعت ده هيقومك وده هيقومك فازاي تخلق حالة من التوافق بحس ان انت متخلص اما هتخذ وقت ديها في التنفيذ ولا تضرر بالزبط المسألة تبقى متترجمة هادي انا رأي دي حاجة هتخذ لها 4-5 سنة على ما تستقر تماما طبعا اللي هو التحول من الدعم من العين الوضع الحالي الى دعم نقدي تضرر مهم وتبقى حذر وعشان ما يحصلش حتينا وعشان تبقى لكوار الوطني مهم انما عشان ما يحصلش ارتفاع اصعار بعد السلع ولا اختفاء ليها انت متوقعين هذا الامر يبدأ تنفيذه امتى اظل مع نهاية السنة دي هيتقى فيه تجربة اظل ان الحوار الوطني هيكتمع يوم الاثنين وهياخد الاول في جلسات عامة من خلال الانترنت ومن خلال الواتساب وخلابه وينقشوا وبعد كده يعمله بقى اللي هو جلسات متخصصة للخبراء المتخصصة